اشتركوا في القناة شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية الملكية بان تتولى مهمة الاشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لأسر الخيرية الملكية لاستقبال الشهر الفضيل ولتكون لهم عونا في توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم وبهذه المناسبة ثمن سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية الملكية ثمن الرعاية الملكية والاهتمام الابوي لجلالة عاهل البلاد المفدى ايده الله الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وحرصه على مشاركة اسر الخيرية الملكية مختلف المناسبات وتقديم كافة اشكال الرعاية والخدمات لهم واكد سموه ان هذه المكرمة الملكية السنوية هي بادرة انسانية سامية يحرص عليها جلالته بالاضافة الى توجيه كافة اشكال الدعم المتواصل والرعاية المتميزة والمتنوعة للايتام والارامل المنتسبين للمؤسسة الخيرية الملكية ليكون جلالته الداعمة الاولى لهم من جهته قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بانه بناء على هذه المكرمة الكريمة بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فقد تم الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة لصرفها لاستقبال شهر رمضان المبارك